هنبدأ بقى نشوف التو ترافيك تريي اللي انا اخذنا الانيمال تعال بقى نشوف التو ترافيك تريي اللي انا اتكلمنا عنهم ازاي بيعملوا ادابتيشنا شباب بص بقى اول تريي اسمه اكاشيا تريي بصوا الشيب بتاعها زي ما قلت لكم قبل كده بصوا دي عبر عن ايه امبريلا شيب تريي الشبه الشمسية شباب او امبريلا يبقى لكاشيا تريي امبريلا شيب تريي بصوا يعني عايشة فين يا شباب يعني لسه ايلينا يبقى اتجرو في الصفق سوري هباطايت يا شباب يعني عايشة فين زي ما انتم شايفين واحنا لسه ايلينا من شوية اتجرو ان سافانا فورست او في غابات سافانا يا شباب شايفين تمام اوكي ماشي تعالوا بقى نشوف يا شباب الاستراكشور ادبتيشن اف اكاشياترية اول حاجة نتكلم فيها الروت الروت ايه يا شباب ده ده الجزر ده الجزر ده شباب ليه فانكشن خلي بالكم الروت بيكون تحت الصيب ده جزء من البلانت ما بيتشافش شباب ليه عشان ما تفون تحت الصيب بصوك ايه ات 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 رتطويل جدا جرو داري يعني بيكون ينمو لتحت وبينعرفه باسم الشباب ايه؟ Tab Root وده Very Long خلي بالكو بيكون Very Long بنسميه Tab Root انظروا الروت بيعمل ايه؟ Searches for the Water يعني ده بيدور على المية يا شباب يعني درجة انتو عارفين اللنس بتاعه تحت الصلة ده 35 متر انتو بتخيلين النمبر ده يا شباب ده Very Long يا ماستر ده بيكون يعني دور على الوطر ليه؟ عشان احنا عارفين ان الكاشة 3 بتعيش في السفن والسفن لما فاش وطر ايه؟ فالروت بتعمل ايه؟ Search for the Water ايه؟ اللنس بتاعه يا شباب 35 متر تمام؟ ماشي شباب نبدأ ناخد حاجة تاني؟ ناخد حاجة اسمها Trunk يا شباب الجزء قال لك الترنك عبارة عن Very Long طويل جدا دعيكم So Most animal except the giraffe cannot reach its leaves to feed on يعني ماشي هو طويل جدا 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 مفيش animal يقدر يوصله except من يا شباب الجراف الزراف لأنها Very Long هي الوحيدة التي تقدر توصل للليفز شو بتاعتي تمام يا شباب؟ اه بصوا 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 الورقة بتاعها فين؟ فوق عشان كده Most of the animal cannot reach ما تقدرش توصل ايه؟ ليفز تمام؟ اكاشيا تري store water in ايتيز ترنك بصوا شباب هي وصلها water عن طريق root فيه اوقات تانية ما تقدرش تجيب water فتعمل ايه؟ بتخزن الوطر بتخزن الوطر في الترنك ايه شباب يبلقى كاشيا تري stores بتخزن الوطر ان ايه ترنك سهلا شباب؟ سهلا صح؟ نكمل نكمل الشباب الليفز وركزوا معي في الليفز قال لك ان الليفز very it has tiny leaves growing on its top خلي بالكم الليفز بتاعيتها very small بتكون موجودة الطب يا شباب لكي تقدر ايه؟ حكتين اول حاجة تقدر تحتفظ بالوطر number one number two عشان تعمل soaking above sunlight soaking above sunlight يعني تقدر تمتص sunlight تقدر تشوف sunlight يا شباب اللي sun plant وتاخدوها في grade five بيعمل بروسس اسمه photo census ايه العملات دي يا مستر؟ العملات دي البيلانت يروح واخد sunlight ويروح واخد الوطر اللي منطر بتشوف البلانت يروح ااخد بروسس اسمه photo census ليه شباب ايه يجب راجب انا بكتبلكم الترجمة علشان تكونوا مركزين لو فيك كلمة مش عارفين معاناها او معناها تقدر ايه انظروا إلى الترجمة انظروا إلى المنظر انظروا إلى المنظر هذا هو كاشة 3 الثانية وركزوا Its leaves have sharp spines Spines To protect them from hungry the animals اصلا الانيمال جاءنا فعندما تجد المنظر وركز الكاشة 3 تأكله لكن هناك شارب سبين فعندما تستطيع انظروا الانيمال انظروا الانيمال كل هذه هي وركز وركز انظروا انظروا الانيمال الكاشة 3 استطاع انظروا الانيمال انظروا الانيمال في المنظر انظروا الانيمال يعني ايه منصر هي عيشة في مكان وطن فبيحصل حاجة اسمها فصل الجفاف فتقدر تعمل ايه؟ تقدر تتكيف على الوضع هيا يا شباب التراك مثل الترانك يخزن الوطر كمال 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 عنده هام يعمل يخزن الوطر يبقى الترانك في الاكاشة 3 يخزن الوطر مركزين تمام؟ ماشي شباب مصر الوضع مبسوط قوي؟ فرحان قوي انه فيهم معلومة جديدة طيب تعالى بقى احنا قلنا الادابتيشن عنده 2 types structure وبيهيفيور واخدنا الـ structure تعالى بقى ايه؟ البيهيفيور بص شباب البيهيفيور ان الاكاشياتري can defend it is itself as full يعني تدفع على نفسها كما شباب ماذا؟ هيا لها ايدين او لا شيء تدفع على نفسها؟ لا بصوا معي وركزوا ستفهم اول شيء سوف نفترض ان هناك انامال بطريقة ما وصل للليفز ويبدأ يأكلها الليفز تبدأ الليفز او الاكاشياتري began to produce poison تبدأ تخرج حاجة سامة ذات ناك ذات الليفز test very bad يعني يا شباب ده بيحصل behavior adaptation ان الليفز تخرج مادة very poison مادة سامة ويكون بيخلي طعم الليفز very bad فتبدأ الانيمال تعمل لا تستطيع التكمل الاكل الليفز التي تطعمها وحش جدا فتبدأ لا تقرب من اكاشياتري ماذا رأيكم؟ شاهدوا الحركة الجديدة معروما جديدة ثاني يبقى when animal begins eating the leaves of the acaxia tree sorry نركز ثاني when animal begins eating the leaves of the acaxia tree also begin to produce a poison that makes the leaves very bad بيخلي طعم يا شباب الورق very bad دي طريقة صح كده؟ تبص بزعمل حاجة تاني ايه ده؟ اه شباب هي فيها ميزة تانية مهمة جدا 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 ايه هي بقى يا شباب؟ بتعمل send بتبعت smile message in the wind to acaxia tree neighbor يا مستر يعني ايه ده؟ قال لك تب هي دلوقتي فيه animal جاية كلها وهي عايزة تنبه النظر تري فتبدأ عن طريق the wind عن طريق air تبدأ الشباب acaxia tree تبعت message smell message بطريقة معينة فتبدأ الثاني اول ما تصل لها المسج يعملوا نفس الحركة للشباب ويخرجوا الذين بويزن شفتوا ينبهوا بعض ازاي؟ معلومة جديدة حلوة صح؟ ثاني دلوقتي يا شباب ان البلانت acaxia tree جاء انمان يبدأ يأكل تبدأ ال leaves تروح مخرجة بويزن تصل لها مثل message عن طريق الهواء الرياح فتأتي الاكاشia tree تعمل نفس الحركة ايه رأيكم؟ حلوة صح؟ كل هذا ايه؟ behavior adaptation behavior adaptation افهمتها شباب؟ سهل صح؟ اوكي؟ كده شباب احنا خلصنا الجزء الاقواناني من plant adaptation لو انت عندك اي problem اي comment اكتب لي في comments وانا هرد عليك اذا كان على اليوتيوب او على telegram او اي حاجة او حتى على صفحة الفيسبوك